اتخذ مرض التوحد يوم الثاني من شهر نيسان يوما عالميا له بهدف رفع التوعية تجاه هذا المرض والذي ازداد في الأونات الأخيرة حيث تشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 67 مليون شخص مصاب بالتوحد في العالم يساعد على نشر التوعية للأهل بالذات لفهم خصائص هذا المرض أيضا لمساعدة الطفل ومساند الطفل لكي يندمج بالمجتمع بشكل طبيعي وأيضا لأعطاء احساس لهذا الطفل بأنه إنسان طبيعي يمكن أن يمارس الحياة العملية بكل سهولة وأظهرت دراسات تابعة لمنظمة الصحة العالمية نشرت مؤخرا بأن طفلا من أصل 160 طفل معرض للإصابة بهذا المرض وأن التوحد يصيب الذكور أكثر من الإناث بنسبة أربعة أضعف التوحد هو اضطراب النمو العصبي مما يأثر سلبيا على التفاعل الاجتماعي والتواصل لفظيا مع الآخرين في الغالب يكتشف التوحد غالبا بسهولة في سن مبكرة بين ثلاثة إلى خمسة سنوات التوحد ليس شائع بشكل كبير جدا لكنه أصبح شيء يجب الاهتمام به ويعتبر التوحد اضطرابا عصبيا يؤدي إلى ضعف في التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي غالبا ما تظهر علماته خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل ويكون مصحوبا بأنماط سلوكية مكررة ومقيدة ومزالت أسبابه مجهولة لحد الآن العلاج في الغالب ليس علاج كما نعرفه علاج بالأدوية في الغالب سيكون علاج نفسي أو علاج دعم وتأهيلي في أغلب الوقت تتضافر الجهود العالمية لإيجاد حل انتجاه هذا اللغز والذي حير العلماء كثيرا وتسعى الدول الرائدة في مجالات البحث العلمي للحد من تدعياته على صعيد الأسرة والمجتمع عن طريق برامج تأهيلية للمصابين وتوعية لذويهم تضمن لهم الاندماج بالمجتمع قدر الإمكان دانيا أرشيد الإخبارية لندن